في أعقاب الأعمال التي استهدفت خطوط أنبيب نوردستريم والتي وصفها بالتخريبية قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يناسى ستولتنبرغ أن أي هجوم متعمد يستهدف البنية التحتية للحلفاء سيقابل برد حازم وموحد ستولتنبرغ وفي بيان أوضح أنه بحسب المعلومات المتاحة حاليا أن التسرب الحصل في خطوط الغاز هو نتيجة أعمال تخريب متعمدة ومتهورة وغير مسؤولة كما أكد الأمين العام للناتو استعداد والتزام الحلف في الدفاع والرد لمواجهة الأساليب القصرية في استخدام الطاقة سواء كانت من جانب جهة حكومية أو غير حكومية رد الناتو هذا جاء بعدما أعلنت السويد في وقت سابق حدوث تسرب رابع بخط أنبيب نورد استريم قبالة جنوب السويد مضيفة أن جميع التسريبات الأربعة المكتشفة موجودة في المياه الدولية بالقرب من السويد والدانيمارك وفي السياق صرح المتحدث باسم الكريملان ديمتري بيسكوف أن الوضع المتعلق بالسيل الشمالي خطير للغاية ودع لإجراء تحقيق عاجلا وفوري كما اعتبر أن مثل هذا العمل الذي وصفه بالإرهابي لا يمكن أن يحدث بدون تورط بعض الدول من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاقاروفا أن موسكو وطوال عقود لم تصرح بوجود نية لديها لوقف تزويد أوروبا بموارد الطاقة وصفة بلدها بالموارد الموثوق به للطاقة لأوروبا يشار إلى أن العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء كانوا قد ألمحوا خلال اليومين الماضيين إلى أن عملا تخريبيا يقف وراء تسرب الغاز من خطي الأنابيب نوردستريم واحد ونوردستريم اثنان بين روسيا وألمانيا